حفظ الطاقة من المبادئ الفيزيائية الأساسية أن الطاقة لا تخلق ولا تفنى إنما تتحول من شكل إلى آخر وخلال عملية التحول هذه هي تبدد بعض الطاقة كحرارة بحيث يبقى مجمل الطاقة الناتج مع الحرارة المبددة مساويا للطاقة المحولة ومن إشكال الطاقة الطاقة الميكانيكية والحرارية والكيميائية والضوئية والذرية وبغض النظر عن الشكل الذي تظهر عليه الطاقة فإن مبدأ حفظ الطاقة يبقى صحيحا ممكن التطبيق الصاروخ المنطلق الأعلى فيه إلى جانب طاقة الحركة والطاقة الكامنة طاقة كيموية وكلما ارتفع تتزايد طاقته الكامنة ولكن ينخفض مخزونه من الطاقة الكيموية باحتراق الوقود فيه فالطاقة الكيموية في المواد المتفجرة تحولت إلى طاقة حركية وحرارية وضوئية وصوتية ترجمة نانسي قنقر